اشتركوا في القناة لوجديد الشكر لنقابة المحامين بمصر العتداء ولشخص سيد رئيس نقيب الرمز أستاذ سميحة أشور على ما بدته نقابة مصر طوال عقود مديدة في سبيل الحفاظ على هذا الكيان الذي هو ملك لنا جميعا اتحاد المحامي العرب والأكيد أن ما أضل الله يجمعنا وسوف يجمعنا إلى الأبد وحبنا لرسالة ومهنة المحامات وسنظل نردد مع الشاعر الأسطورة نموت اشتياقا نموت احتراقا شنقا نموت ولكن لن نقول أبدا مضى حبنا وانقضى أبدا حبنا لن يموت لا يموت أكيد أن المحامين المغاربة عبروا عبر كل المحطات وليس الأمر وليد اللحظة أو وليد الصدفة عن انخراطهم الواعي فدوى المهم انخراطهم الواعي بشأن هموم الأمة العربية جمعا لا نفرق بين الخليجي ولا المحيط لا نفرق لا بين الشرق ولا بين الغرب لا بين الشمال ولا بين الجنوب والأكيد أن ما جعل من الاتحاد قوة حقيقية هو سيادة لغة التوافق بيننا والأكيد أن هذه اللغة سوف تضل هي الجامع المشترك بيننا أريد فقط أن أؤكد على أنه وخلافا لما قد يشع بأنه تم تغليط النقابات المغربية أو إيهامها من خلال منطق المعين وأكيد لكم من هذا المنبر على أن منطق الوهم لم ولن يحكمنا ما يحكمنا وما سوف يحكمنا دوما وأبدا وهو منطق التعاون منطق التعاون الخلاق البناء والأكيد أنه من خلال هذا المنطق سنصل إلى المبتغى المبتغى أن نرى من اتحادنا فعلا منظمة قوية لها حضور وازن ليس فقط على المستوى الإقليمي بل على المستوى الدولي وأن يحسب لها ألف حساب وهو كذلك يحسب لها فعلا ألف حساب وسنضل سنضل متشبتين بأملي تحقيقي حلم الوحدة العربية كما كانت في الخمسينات والستينات والسبعينات أيضا عطفا على ما أشرتمه إليه السيد الرئيس فيما يتعلق بتأبيني من افتقدناهم من أمناء عامين سابقين وضرورة توتيق والأرشفة في هذا الباب أظن بأنه نتمن هذا الرأي فهو رأي سديد وأضيف فقط أنه ونحن مقبلون على محطة دورة الرباط أتقدم باقتراح بسيط أن تتم دعوة عائلات المتوفون المتوفون العميد إدياس الكرغوري العميد العبلاوي عائلة الفقيد الذي افتبقنا فعلا لصوته الجوهري داخل هذه القاعة عائلة الأستاذ المحترم خالد أبو كريشا الذي كنا نحس فعلا بأن غيرته على هذا الاتجاه هذا الاتجاه الذي يسير في حكمي تطعيمي ب أحسن الكفاءات أقول باختصار أنه عاد المحطة نحن فعلا سعداء ب أيضا شكرا على التذكير أيضا صابر عمار مرحوم صابر عمار إذن في الخلاصة نحن سعداء بنجاح هذه المحطة وأملنا كل الأمل على أن يلتأم الشمل بمحطة الرباط بدون استبناء وأن نطوي صفحة الماضي بكل إيجابيتها وبكل سلبيتها أملنا كل الأمل أن نرى اتحادنا برايته خفاقا في سماء الأمة العربية مناصرا لكل قضاياها العادلة مرة أخرى شكرا لنقابة مصر على الاستضافة وعلى حسن الاستقبال وعلى ما بدلتموه من مجهودات ظاهرة وخفية في سبيل إنجاح لنجاح هذه المحطة شكرا مرة سنة أخرى علي أستاذ نقيب المحامية في مصر رئيس الاتحاد أستاذ سامح أشهر معالي الأساتذة النقاباء الأساتذة الأمناء العامون المساعدون الزبلاء أعضاء المكتب تحية الحق والعروب أستاذ الرئيس أنا أشعر بأن إنعقاد هذا المكتب كان نقلة نوعية فيما يتعلق بالعمل المؤسساتي في اتحاد المحامين العرب الأداء الالتزام الطرح والحلول لا أقصد تصحيح المسار وإنما أقصد بأنني شعرت بشدية كل من حضر لديه الغيرية على هذا الاتحاد بما طرح وبما قدم طبعا تشكر ساذ الرئيس يشكر أعضاء مجلس نقابة المحامي بمصر يشكر جميع أعضاء المكتب والأساتذ النقباء على الحضور لدي مقترح فيما يتعلق بالمكتب أو المؤتمر العام للاتحاد طبعا نحن نأتي إلى المكتب الدائم ونريد أن نحقق فائدة أكثر فيما يتعلق بالحضور هناك انقطاع بين المعلومات القانونية في كل نقابة عن النقابة الأخرى أرى أن نجد شيء مشترك لتبادل هذه المعلومات عندما نحضر نحن من سوريا من نقابة المحامين في سوريا لا شيء يعيق أن نجلب معنا عدد النقابات من مجلة المحامون ونوزعها يعني لكل نقابة نسخة واحدة وهذا ليس بجهد وأن تفعل باقي النقابات هذا الأمر لتبادل المعلومات التي نستفيد منها ونفيد يعني أنا إذا جاءتني مجلة المحامون أو أبحاث قانونية مميزة كانت فرضا في المغرب الشقيق أو كانت في العراق الشقيق أو في مصر أو في أي دولة عربية فإنني أستفيد من الفكر القانوني الذي يطرح في هذه النقابة أو في هذا البلد والاجتهاد القضائي الذي يصدر عن محاكم هذا البلد إذا ما كان هذا المقترح وتحترعية الاتحاد أو بمعرفة الاتحاد أو بتشجيع من الاتحاد وإذا ما لاقى القبول فإننا نحن في الجمهورية العربية السورية في نقابة المحامين في سوريا على استعداد بأن نحضر إلى كل مكتب ينعقل نسخ بعدد النقابات العضو في الاتحاد وشكرا بسم الله والحمد لله وتحية الحق والعروبة الحقيقة كما شكرنا في بداية الجلسة الأمانة العامة بالأمس نقابة مصر على هذا الاستعداد فإننا نكرر الشكر لهذه النقابة والأخ سامح والشكر أيضا لأعضاء المكتب الذين خفوا سراعا إلى الدعوة لهذا المكتب لمعارجة قضيتين أساسيتين عاجلتين وسعدت كثيرا بالحمد لله أن توصلنا في ظهيرة الأمس إلى مكتب دائم نحن الآن بين يدي البيان الختامي نحن سعيدون جدا بالموقف الذي سمعناه من كل النقابات والنقابات والاتحاد ومن قبل سعيدين بالموقف الذي سمعناه من الاتحاد سيد رئيس الاتحاد كان سندا وعضدا للسودان جميعا بس دار أقول كلمة بسيطة جدا أننا لسنا هنا فقط من أجل انتهاك حرمة هذه الميناء نحن هنا فقط من أجل قضية كبيرة جدا من قضايا حول الإنسان مهنتنا في السودان وحل النقابة لم يتم إلا في سيار قانون صنع خصيصا لحل النقابة وجاء فيه كما دار في الأمانة بالأمس نصين أو ثلاثة من النصوص من أفضع ما يكون انتهاكا لحرمة حول الإنسان واستغلال القضاء قاض يمنع ويسلب بالقانون من سلطته في أن يعطي المتقاضي حقه في الطلب الاحترازي طلب الاحترازي عشان الحكم يبقى نافذ ناهيك من أنه المحكم له يستطيع أن ينفذه حتى يتصف بالصفة القانونية اثنين المادة الثمانية اثنين من هذا القانون تمنع المحاكمة العادلة والمادة اثنين من الغانون تمنع حق التقاضي تتقاضى أمام حل نقابات السودان أمام لجنة من خمسة من التنفيذيين ولا تسهب إلى الغضاء الإداري بحكم أنه التظلم هكذا يجب أن تسهب هنا وتلجأ للمحاكم في مرحلة واحدة بعد أن تلجأ صاغرا إلى اللجنة من الأعضاء التنفيذيين تستأنف غرار لجنة الحلة النغابة تلجأ لهذه النغابة حتى تستطيع أن تلتمس من رئيس الغضاء أن يكون دائرة وكنا نقول وكنا عندنا مذكرة مكتوبة وأسباب قدمت قلنا طيب هذه المحكمة التي لا نعرف صلاحياتها والتي أتاح القانون لأنه سيضاء أن يكون طيب ما هي صلاحياتها هل تحق حق اللجون للتغاضي ثم ماذا بعد هل هي درجة واحدة من التغاضي أين الدرجة الثانية من التغاضي وأخيرا هذا القانون يطبق على أفعال على مدى تلاتين سنة تلاتين سنة أي فعل بتاع النقابة يعتبر باطل بهذا القانون رقابة السودان كانت عضوا مؤسسا لاتحاد المحامين الأفارغة وكانت عضوا فاعلا في هذا الاتحاد تلاتين سنة وراء كل عمل هذا في موجب هذا القانون باطل فعلى هذا صدر الحل ولكن نحن نرجو أن يقوم الاتحاد بالدور الذي نرجوه منه بالتعاطي والتواصل مع السلطات السودانية مناصحة لها بأن هذه المسائل لا تقود إلى وضع دستوري انتقالي آمن وأن هذه الأمر يعني يجب أن يعاد فيه النظر إن شاء الله تعالى أنا دار أشكر المجلس والأخ سامح والأخ المقترح الاختراح أقول ناصر جزاه الله خير على الاختراح بالإبقاء على نقابة السودان عضوا في هذا الاتحاد مع إنها ليس لها صلاحيات تعمل في السودان بحكم القانون وبحكم السلطة وأشكر أيضا على الاختراح الذي تقدم به الأخ سامح بأن يكون أنا في موقع الأمين العام المساعد ما يفوتني جماعا أقول إخواننا الذين انتقلوا لرحمة الله أنا أسأل الله تعالى لهم العزاء والصبر والسلوان أخونا القرقوري والأخ خالد والعبلاوي والأخونا الكبير صابر عمار وهناك مسائل كثيرة لا يعب على هذا المكتب أنه لم يتعاطى أمرا من أمور المهنة لسببين واحد أنه مكتب طاري أجندته حدثت هنا والسبب الثاني أنه كان لمسألة مهنية حقيقة في عمق المهنة وسياسية ومن قضية الأمة الجامعة وهذا الأمر إنه لا يعب على هذا المكتب لكن دارين نقول أنه الأمان العامة أعضاء وأمينا نحن ننتظر منهم آداء طيبا وقويا للإعداد للمكتب القادم مكتب القادم هو الذي نرجو أن يكون هناك إعداد أنا لا أنا لا أخاف أو لا أخشى من أن هذه الأمانة أن تغوم كمؤسسة مجتمعة بكل ما لها وأن تنفس هذه القرارات كجمعية أو كأمانة مؤسسة وذلك حتى نصل إن شاء الله إلى مكتب القادم في الرباط وشكرا جزيلا وبرك الله انتهى تنتهي عمل هذا المكتب وأعتقد أن رئاسة المكتب والسلوب الاستقبال سواء من المطار من الأسعى الجواد والحضن الدافع لقناب مصر ساهم بكثير فكل الشكر لنقيب ونقابة مصر على هذا الاستقبال الدافع وسمعوا لي أني أتقدم بشكر لمجموع الحاضري مجموع الحاضرين أنه كان في عنوان لهذا المكتب قد يكون غير مكتوب لكن واضح كان أنه إعادة اللحم العربية العربية داخل الوقت الاتحاد فبالتالي لو لا أن كانت هناك أذهان متفتح قادة على هذا الفهم والله الرغم في تجاوز أي خلاف مصنع ما كنا تجاوزنا هذا الموضوع وأحب أني أخص بالشكر إخوتنا المغربة يعني إخوتنا المغربة كانوا إخوتنا المغربة كانوا أكثر جهة يمارس عليها بعض الأخبار الغير صادقة بعض التفاصيل بديش أدخل فيها لكن واضح حبهم لأمتهم العربية قناعاتهم منهم جزء من محامين عرب قناعتهم أنه لابد من إعادة الاتحاد المحامين العرب إلى مكانه كمكان وسيبقى بإذن الله بهمم الجميع فأعتقد أنه هذا المكتب كان مميز فقد تكون بداية التفاهم في عمان يستكمل في مصر وأتأمل أن تكون اللغب العربي كامل مكمل بإذن الله دون أي مشاكل ممن أي أن كان وعندنا قلب مفتوح نستقبل حتى الذي طغى أو أخطأ ففي المغرب بإذن الله تتامل اللحمة كل المحبة للجميع شكرا لكم شكرا على المشاهدة